الحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم للعلوم والنجاح في الدراسة والامتحانات أول شيء ينتبه أو يصيبه الذي يريد أن يجدس امتحان أو يريد أن ينجح في دراسة أو هو يدرس الخوف والرهب يخاف أو لا يكون عنده تركيز التركيز ليس عنده فهذا الورثة يساعدك لكسب العلوم ولن يكون عندك خوف والخوف أغلبية يسببه القارين فستبدأ تذكر هذا الذكر في الصباح هذا الذكرين وصطار ذكرين الأول في الصباح ومن أحسن تستيقظ مبكرا مثلا وراء صلاة الفجر كان أفضل أو قبل صلاة الفجر كان وراء صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر يساونك أي مشكلة تقول أعود بالله السميع العليم إذا وضبت على هذه السيرة يوميا يزل منك الخوف والرهب والاكتئاب والذيق وتتفرغ عليك العلوم ويصبح عندك الذكاء خارق بلا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين وتصبح تفهم الأشياء وتعرف الأشياء ولا تنسى لن تنسى بإذن الله تصبح تتذكر أي شيء وسرعة الحفظ فهمتم؟ هذا هو السبب ولكن تتبعه يوميا يوميا وأنت متى تدرس وتتبعه يوميا وأنت تريد أن تمر في امتحان تتبعه يوميا حتى تمر في امتحان وفيه أشياء أخرى الذي يطبقه إن شاء الله هذا كل شيء أتمنكم الخير إلى اللقاء لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله